كشتا 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 كشتاثون من بعد الغيبة رجعنا وجبنا كل الفرحة معنا أجمل كشتات وسوالك ونمربح لمواقف كشتا كشتا كشتاثون كشتاثون أجمل حكاية نبتديها من البداية أجمل كشتا 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 موسيقى كاشتاثون تحييكم بالعمل والمهارة بالأثر والإثارة كاشتاثون بجدارها دايما بالصدارة كاشتاثون تحييكم كاشتاثون تحييكم كاشتاثون ياهلا ياهلا بالشباب ياهلا ياهلا قولهم هل لي ما يولي الهديك أبه هادث ما تعرف سلوهم العرب وسلوه البادي ها مرحبا مليار أي والله ترى البادي منه يقول يقول يا هلا يا هلا عدد ما دارها مرتاب وامطبط صحابة والمهلي ما يولي أي ويجيك ما شاء الله من درع منين جيت يا فلان كوالله نجيت مسير وحطيت الجدي فورك المطية وبنحورة يظهر سيئلة الإيمانية هالي سبب الولير والله الرجال ذا عجبني يقول عنده بيات شعر واش رأيكم نسمحها ترى الله سلم كان يسمع الشعر وكان يقول يا حسان اعطينا من شعرك هو الرسول وكان يلقي الشعر في المسجد حتى أن عمر في صحي مسلم دخل المسجد وحسان بن ثابت يلقي الشعر فرمقه في عيني شون رمقه في عيني يعني قالبه كذا يعني بالمسجد تقول شعر يا حسان فحسان فهم النظرة لأن النظرة تعبره لما تعبر قال يا أمير المؤمنين لقد ألقيت الشعر في المسجد وفي المسجد من هو خير منك من اللي في المسجد الرسول على سلم فكان يسمع الشعر حين نسمع هالطيب هالطيب الشاب تفضل يا شيخنا طبعا البيض ليست لي ها البيض ليست لي يعني أنت ناقل ناقل جكل الخير تدالوا على الخيري كفاء كفاء عنا الآن ننقل أشعار خوينا الله يغفر الله ويرحم قوله أمين راجح بن سالم العجم يتعرفون اللهم يتوفى الله يرحم هذا ينقل شعره والله تعبد الله بنقل شعره لأن كل حكم وأمثاله ودروب رجاجيل وسواليفة تأثر في القلوب تفضل يا شيخ بس هو شاعر برضه اي شاعر اقول الشيخ بدر شاعر برضه الشيخ بدر شاعر انت ما شاء الله ما شاء الله بس ان هذه ما يخف ما يمنع يعني تشعر وتنقل يا خالقا يا مالكا أقداري يا عالما ما كان من أسراري يا مدركا نجوى النفوس وما بها من زفرة حرى ومن أكداري ها قد أتيت أجر نحو كذلتي وأطيب الدمعات باستغفاري من ذا يجود إذا أتيت بلهفتي وطرقت بابك طرقة المحتاري أعود من باب الكريم بلا عطاء ومن الرحيم الواحد الغفاري يا من بلا وعد يقابل زائرا اقبل سجودي واستمع أعذاري أنا عائد أنا تائب أنا نادم أبكي على ذنبي على إصراري فمن إلهي يا كريم بتوبة تمح الذي قد كان من أوزاري ما شاء الله ما شاء الله سمعت فيه أخوان؟ ما شاء الله أقول إنه من الشعر نروح صوتكم أخوان إنه من الشعر حكمة ترى هذا الحديث روال بخاري روال بخاري وفي البخاري لأن يمتلي جوفي أحدكم قيحاً وصديداً خيراً من يمتلي شعر شلون من يعرف ترى هذا حتى حديث عن رسول عز الله كيف تجمع بين روال بخاري أنه ذكر أن الشعر يعني يمتلي جوفي قيح صديداً أخو منه يمتلي شعر وبنفس الوقت قال إنه من الشعر الحكمة هاي وهادي الشعر فيه بعض القصايد الشعر الطيب حكيت الشعر اللي سيل له معنى يعني لو قلنا نخلنا الشاب الطيب لا قلنا العاطم للشعر الطيب تقدر تعطينا لما تعطينا أربع صوتك الله قليل أربع صوتك أسمعك أبياك يقول صباح الخير يا مسلم بدأ يومه بذكر الله ما شاء الله صباح الخير يا مسلم بدأ يومه بذكر الله وصلى في خشوعه ورتل الأبيات ترتيله ما شاء الله بعدها في طلب رزقه ومقسومه يحث خطاه ما شاء الله يقوم بلازمه في موعده من دون تأجيله ما شاء الله عسى ربي يحقق له هدفه وغايته منه ويسلم من صوادي فالقدر والقال والقيلة ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله حكم ولم يحكم حكم ما شاء الله قال الله إن من الشعر لحكمة واحد زكد يوم شاف يقول الله ربي شاف البراري قال الله ربي لا أريد سوى الله ربي لا أريد سوى هل في الوجود حقيقة الله الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر هذا البرش بالكاميران تروح عليها والبر والبحر فيض من عطاياه الموج كبره والعوت ناجاه والنمل قدسه والنحل تحت الصخور الصم يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه الله رب نعمة بالله ها حكم حكم يعني لو وفق الشاعر وقال مثل أبدياته والأديب مثل الله يرحمه الأديب المفلوطي الأديب المصري تعرفونه أديب مشهور ما أترحمه الله لكن كنا نأخذ معلقة له في ثاني متوسط كان ما خانتني الذاكرة أولى متوسط معلقة بسيطة يقول لي أتكلم عنه ولو فكروا في عظيم القدرة ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق ولخافوا عذاب الحريق ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة انظر إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وخلق له السمع والبصر وهيئ له عظمه بشيء أسألكم بالله النملة لها بصر المالها لها بصر رد يا إخوان الله نعم وش الدليل ادخلوا مساكنكم لا يحكم الله ما شاء الله لأنه كانوا وين من بره صحيح صحيح كلام كانوا وين خارج المسكن خارج المسكن بره بعدين بالحوش يعني بالحوش لا في الوادي لأن الله قال اللي أتى على واد يش النملة النملة الله قال في الوادي مبرحه اللي يضارها ذراه واللي يضارها حب شو ميساها ليأخي بس الله يغفر ذنبنا يا نحن صغير إلا وصلت بيتها أقول نام بوق أقول أديتهم حرام عليك انتق الله فالمنفل وطي الذي في المصر رحمه الله وغفر الله والمسلمين قولها قال انظر إلى النملة انظر إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تناله باللحظة البصر وفعلا لو واحد طوله مئة خم سبعين ونظره ضعيف يشوف النملة لا لو واحد طوله متر ونظره قوي فتصورها يقول انظر إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تناله باللحظة البصر ولا بمستدرك يفكر كيف صبت على أرضها تنقل حبة جحرها وتعدي المستقرها تجمع من حرها لبردها ومصدرها لوردها قولوا الله يرحم المغلوطي ويرحم كل مسلم نفع الإسلام ونفع المسلمين يحياكم الله يا شباب بزاكم الله والنملة لا تردت ذاني مرة خلت لك الجحقة الله يزاك خير وين داع بلاننا يا عبا نحقق كل غاية استعداد بالعمل والمهارة ما شاء الله تبارك الله شيخ أنا أتسافر كثير وأكيد دايما تشير معك زمزم هذا قصة كذي عجيبة صارت لك في الموية هذه يعني بردة فعل بأي حاجة والله هذه خلها والله بسر لكن أنا رأيت ما قاله والسلم عيانا بيانا في ناس يعني أنت صدر عبد الرحمن ردت يعني قولا وأنا أسلم يعني مثلا يعطيت شخص موية زمزم إيش كانت ردة فعله هذا اليد آه يعني قلت لساعة تالي ما مسوّلت اسمه هيا ونسيته أبو ياسمين أبو ياسمين ساعة الموخز زخير قلت له أنا عطيته حدا يعني أحد الدول الخارجية في شرق آسيا يا سلام فكان رجل مسؤول كبير في الدولة يوم عطيته وكان يبكي وقال هذه ممكن خليني عندي ستة شهور يعني يعطي أولادي مثل ما قلتكم هالفة ناجيذ هي الصغيرة أي من فرحته يعني يعني كأني هديته شيء فوق خيانه فرح فرح مرة قال هذه كل يوم أشرف منها يعني حتى ماذا ما يملا بس نص يا سلام أتبارك بكي يا سلام طيب شيخانا أنا فيه سؤال صراحة هذا في بالي يعني ممكن عندك كمية الموية تنتهي أحيان كمية زمزم تخاف إنك مثلا تتغلق عليك هل من الممكن أضيفها على الموية تتحل الغركة بعضهمية زي كده ياخذ زي كده وهذا كاس يحط شوي وحتى المحللين في العجاز العلمي القراني كما سمعتوهم الشيخ المصلحة العجاز العلمي والزنداني وغيره من هؤلاء ذكروا أن هذا سبحان الله تأثير في الماء يعني تحط شوي فكل مواد دي في زمزم تنزل فيه هذا شيء ثابت في العجاز العلمي الذي يخرجوه بعض الإخوة المتخصصين بهذا المجال الله يزاك خير وشكرا على هذه المبادرة الطيبة ووحد الشخص اللي مجمعنا يا طيقة عادي سلامة البارح في الطريقة بشيركم شارع في جو في الليل وفي سحر وفي سفر يا سلام وانا تباقي دوث الليل آخر نزل الله سماء الدنيا يسعي البخال من حيث يبركت ها لقيت يا ربي أني مساحبه لأخواني في مخيم المجد يا ربي المصورين والمخرجين والمنتجين والحاطرين كلهم انزلين بركاتك وما نزلت على بركة زمزم وما نزلت على مكة بدعوة إبراهيم وما نزلت على المدينة بدعوة محمد صلى الله الله بارك لها المدينة في مد مصاحب نتعيذ لكم الله ما بين الماء زمزم ما بين ساحة سحف وساحة سحف وكذلك من سيشاهدنا مو ألا نسيشاهدون الناس وكذلك من سيشاهدنا ولا نشاهدهم حنا نشوفهم وهم يشوف شونا حنا نسمحهم وهم وتنزل البركة في السمع المبصري نشاء الله دائما نحرجنا بكرمك وإزاك الله هذا الواجب ميزاك تايم يحط بقلبه يحب النفس ما يحب ايش لا يقول بختم أبو ايش أبو جزع أبو جزع أبو جزع هذا أبو جزع أنا باختم أقول يعني هذه الصبات تأتي في القلب حب الخير للغير وهذا شيء طلعنانا نحمودي قبل حوالي خمسة عشر سنة توصيل الخير اليابان حطوا لائحة يعني يروح اليابان منكم حطوا لوحة كبيرة زي اللي يسمونها يعني إذا يمتدحوا مكان ويحطوا لوحة رخام اليابان حطوا لوحة كبيرة من رخام كبير وقالوا المبادئ التي تبنى عليها حضارة اليابان المستقبلي حتى نستطيع أن نبني بأسرع فرصة بأسرع وقت نبني اليابان نحط اسس لوائح أول اسس أول اساس من هذا الاساس في اللوحة أولا أن تحب كل يابان ما تحب النفسك هذا حط أول اساس لكن حنا نقول أنت حب للسعود ما تحب النفسك في ديننا في ديننا في ديننا هذا الأساس ما قال الرسول الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يمن أحدكم حتى يحب أي شيء لا قيمة ما يحب هذا البخاري يحد يبه هريرة أما حديث الترمذي قال وأن تحب للناس ما تحب الناس هذه لياحة محمد صلى الله عليه وسلم اللي حقها هم يسمونها يسمونها الجواهر الذهبية الياباني وهذه الجواهر الذهبية لواحة الذهبية أن أول نقطة تحب لكل ياباني ما تحب نحن نقول لا الجواهر الثمينة محمد يقول لك محمد أن تحب للناس ما تحب للناس شكرا شكرا كشتثون تحييكم كشتثون تحييكم كشتثون نبدأ وبسم الله على بركة الله نقول بسم الله بسم الله بسم الله الآن نحن مسبكين اللي هو المتازيز جاهزة المتازيز نحتاج خضار وجاهزة المرقع نحن نذهب للخضار نأخذ كمية خضار مكونات الخضار يعني على حسب القدير نزل جزء من الخضار اللي نحتاجه بالطريقة هذي خمس دقائق أبو جوري هذا كوسة أو جبة جبة احنا نقول له قرع قرع بذنجال يكفي الظاهر خلاص شوي بطاطس نفس الطريقة هذي نقفل ولا نخليه نقفل خمس دقائق خلاص نقفله خمس دقائق ونقفله وخمس دقائق يقول مع قدر أدسون ان شاء الله راح يكون جاهز بإذن الله طيب بسم الله طيب نفس الطريقة بجوري برضو نفس الخضار ناخذ الكمية الكافية للخضار ايه اوه هنا بو فلفل طبعا الفلفل لازم طبعا هذا المربوق وحنا بشتها ناخذ الكمية الخضار سهلة قرع بذجان كوسة اللي تبي بالطريقة هذي خلاص الكمية اعتقد انها تكفي خلاص كافية الخضار سكر لو حطيت زيادة في اشكالية لا عندك مشكلة عدل وبدل على كيفك هذه ترجع للشيف او سيدة البيت او اللي يطبخ خلاص جاهز نفس الطريقة هذا هذا قرصان ويه القرصان عاد طيب ونفس الخضار طيب القرصان كنا نحتاج حلة كبيرة ايه ممكن نسوي قرصان باديسون لا يحتاج بقدر كاتم ولا يأخذ معنا وقت ان شاء الله حلو 20-25 دقيقة جاهز يا سلام عليك ما شاء الله تبارك الله لا تنسى الفلفل انا بشتها الفلفل اهم شيء نعم ايه وحطنا على مزاجي ها ابدا وما راح يتغير وراح يحافظ لك على النكهة ويحبظ لك القرصان يحتاج خضار معروف ان القرصان يحتاج خضار وزيادة يعني تزود بالقرصان ترى معروف ان يحتاج خضار زود اهم شيء انا اذكر بالقرصان البيذنجان عادي يحبونه ايه على حسب طيب جريش نسكر هذا جريش يا بجوري الجريش وتحيه للجريش طيب انا الجريش متعب جدا طيب الان الان ويأخذ وقت ويش سوينا هنا ابو منذة سوينا الحمسة اللي هي اللي حطينا زيت وحمسنا البصل البسيط ايه وبهرناه بس نقعنا رز و جريش رز عادي ولا رز مصري رز مصري وممكن رز عادي تحطه يا سلام ماشا الله خلاص هذا جريشنا ان شاء الله يبقى جاهز اخذناك كمية الكافية مثل ما قلنا يختصر الوقت والجهد والجهد طيب نحطه 20 دقيقة بعدين نفتحه نشيك عليه ننزل عليه اللبن بعده ان شاء الله يكون جاهز هذا هذا وشه بمنذر هذا هذا مضروبة ورقة العنب سهل جدا رح ننزل الدجاج وورقة العنب تمام بالطريقة هذه ايوه وننزل الرز مثل ما تشاعف بجوري مع بعض ونقفل بس على طول كده خلاص هذي جاهز يسلام طيب عندنا الثاني هذا عندنا هذي اللي هي المقلوبة المقلوبة سبكنا ننزل الدجاج المقلوبة الصحية من دوم ماء يابد ايه بعدين نطبخ الدجاج يسلام خلاص نكون جاهز كشتاثون 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 من بعد الغيبة رجعنا وجبنا كل الفرحة معنا ايه اجمل كشتاث وسوالك ونمربح لمواقف كشتاثون 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 اجمل حكاية نبتديها من البداية نشتاثون ونبدعا بالانهاية بنحقك اللغاية كشتاثون كشتاثون اجمل حكاية نبتديها من البداية نشتاثون ونبدعا بالانهاية بنحقك اللغاية نشتاثون بالعمل والمهارة بالاثار والإثارة كشتاثون في جدارها دايما بالصدارة كشتاثون تحييكم بالعمل والمهارة بالاثار والإثارة كشتاثون في جدارها دايما بالصدارة كشتاثون تحييكم كشتاثون تحييكم كشتاثون تحييكم كشتاثون وبو فهد من شوي قال كلمة جميلة قال بعض الناس يعني ممكن انه يزعل ثم يشغل سيارته ويمشي وش رايكم في اللي نفسيته شوي حكرة انا اقول مع نفسه انا بيجي لسجلس وانا بيجي لسجلس وانا بيجي لسجلس بسم الله احمر راح ات معك بريق قال حين واحد ما يبدأ نبدأ عليها مع بريق انا شوي شو حبة 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 انا ما اشتين حبة حبة شوي انا ما سمعت صوت حبيبنا وش رايك في اللي يغلق على طول ونفسه في خشمة هذا لا تأخذ مرة مرة يعني نفسي يتغلق ويجينا في الكشته عشان تستفيد انت لازم قبل ما تطلع تسويجة وحط فيه نوع منه نوع الترفيع احنا طلعونه شبه وذا لكن ما تطرقوا له الشيء انت بتجي بتلقى ناس تلعب طايرة وناس تلعب في الجانب الثاني نجي للجانب العلمي فيه اشياء تطورها حلو فيه تكتشف مواهب تكتشف هذا الشي فهذا الشي ما بيكون فيه يعني روتين يومي هو روتين يومي بس متنوع تلقى واحد يقرأ كتاب يعني انت مع الناس اللي يبون الاستفادة ويبون السمت فضل سم الله بعدك بعد عندك هتك لا سمت انا صاحب مع الناس اللي الترفيع ما هو كل شيء انه دبيح لا فيه عندنا جداوى مرتبة هذه الساعة فلانية مخصصة في التطوير هذه اللعب كورة يكون فيه تحدي فيه تنافس هنا تحس بعد ايام بعد ما تنتهي الكشتة انك فاقدها وانك فاقد شيء فاقدها ايه طيب من بعد يا شباب يطينا في الكشتات وجوها فظل يا عادل ابا الدرحان مع احترامي يزين البساطة طلع مع ثلاثة عدلكم ثلاثة باقل شيء الى ستة بالكثير وبساطة لا يحتاج تكلفة قطة ولا شيء اربعة كيلو لحم حاشي وطلع من قدر أصر من يدفع يا عادل قيمتها اربعة كيلو هذه مئتين ريال وين البساطة هنا عادل وين البساطة اربعة كيلو يا خيو الله منك عاسك كبير اربعة كيلو ده اربعمائة ريال وانت بسدتك الواحد أربعين ريال خفزين ريال وصلا مطروخ عادل والله طلع تلبر ويبغالها تكلف وامور ومرامج طلع تلبر سواليف وشابه الضوء واخذه وعطاء نعم مرجلة ايهو يوم تقول اذا حد خربة أخلاقه وسراء حنا شكونا واليوم لازم تأمر الامير ده ما ردنا كلنا تخاصمه اثنين يحلل المشكلة ما اقتنع ذاك يسري والله يسر عليه يعني الامارة مهمة بالرحلات طيب راي لبي لا لا سمسم لا نسيت يا ازيان وزيان انا نسيت اللي بقولها ورهيالي الله عزيز صح والعافية حمسنا واطربنا وهيضنا والله بالقصيد والاجواء هذه الزينة بعد تهيض انا والله ما اني شاعر لكن نحفظ ونجيب القصيدة الطيب تسلط عبد الكريم الجباري له قصيدة عن البر وطلعات البر يعني حتى اللي ما يطلع للبر بس يتفكر بها القصيدة عاش جوه فعسى يوفق ان شاء الله واجيبها بإذن الله قد هوا قدود ان شاء الله قد هوا قدود يقول الجيب والقرناس وخوة هالطيب طيب الجيب والقرناس وخوة هالطيب تسوى مجالست العرب فالمدينة ما سبهم وعرفنا ما بهم عيب بس الهواء يهل الهواء حد لينه عزبه وخيمه والصحاري مضاريب والتيس من قبل الضحى صالخينه ومعلقينه من اكراعه على الجيب والبنة لاشقر تونة حامسينه شبت حطب ما هي بشبت عياسي برطة وعرفج يمنا حاطبينه والياسنت شب الجروم اللواهي بقام المقهوي قرب المب يديناه ركب دلال مجدلات المقاطيب المقاطيب بغداد من سوق الحفر جايبينه بيض تلالة يطعمنا المشاريب تبعد عن نفوس العبادة الغبيناه واليحتمى ماهن يشيل المراكيب يحط كيفهم بالنجر طاحنينه فنجال ونص وردهن يمه قريب وجاب البريق وسكره في بطينه وحطه على صفة هذيك المهاديب والبنفاح وركده في سكينه وجاب الدلال اللي عرف المواجيب ثنتين من غير اللي بهن عامليناه مجنون كيف ورتب الأمر ترتيب حط البهار وريح هيله يزينه ثم زلهن لين استوا باخر السيب وحطه بناره وحطه بناره ربنا لا تهينه وقال اقدعوا تمر حلو تواهم جيب خلاص من دار الحسام حضرينه ثم صب فنجاله وما به عذريب والله على الفنجال تسلم يمينه مجرب ما هو بيحتاج تجريبي والله ان كلنا مجربينه ما فيه ضيف وكل ابونا معازيب والشاي خدر والورق حاكرينه وعقب السوالف والقهاوي مطاليب كل يناظر للمواتر بعينه نبي نهيف فوق روس المراقيب ونفرع القرناس لجل السمينة اليا خطفة خطفة بالمخاليب تبري النفوس الضيقات الحزينة ولينتهى المقناص جينا مكاسيب والحر الأشقر وعقبها مبرق عينه ونمشي ونلقى يمنا فطر نشيب ومفروض يطرد ورمه تنينه وسط النفوذ ولانه مر الشخانيب نخاف من ضرب الحصاف المكينه وساع صدور ونطقنا بالتراحيب وعقولنا هي العقول الرزينة يليت لي دون يليت لي دون بغوجل طانيب وانسى حضارات الخراب وسنينه خير من طرد البنات الرعابي بواحد تسمع من عذابه ونينه ممشاي صح وخوتي للأشانيب ورجل يصدعنا المراجل يشينه الله 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 ما شاء الله ما شاء الله عز الله انك جاوبت على كل هالكلام اللي كنا بنقوله يا حبيب بيض الله وجهك طح لسانك ما شاء الله تبارك كشتثون تحييكم كشتثون تحييكم كشتثون تحييكم كشتثون ترجمة نانسي قنقر